بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله العلماء ينظرون إلى الأعداد على شكل مجموعات المجموعة الأولى تضم العدد واحد واثنين المجموعة الثانية من ثلاثة إلى عشرة المجموعة الثالثة إحدى عشر واثنى عشر المجموعة الرابعة من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر المجموعة الخامسة هيسمونها الأعداد المركبة وهذه الأعداد المعطوفة وهي من 21 إلى 99 ما عدا ألفاظ العقود اللي هي 20 30 40 50 60 إلى 90 هذه تعامل عنها كتلة واحدة يسمونها الفاظ عقود وأيضا المئة والألف وما جاء على مضاعفات هذه الأعداد كل مجموعة من هذه المجموعات يرى العلماء أن لها أحكامها الخاصة في تذكير العدد وتأنيثه وفي إعرابه وإعراب معدوده وفي تعريفه وغير ذلك أولا تذكير العدد وتأنيثه تذكير العدد وتأنيثه هناك قاعدة لابد أن نتنبه إليها في هذا الموضوع وهو أن العدد يذكر أو يؤنث بحسب نوع المعدود إذا لابد عندما أريد أن أذكر العدد أو أؤنث العدد لابد أنظر إلى طبيعة المعدود طبيعة المعدود فهي التي تحكم تذكير العدد وتأنيثه الرقم واحد والرقم اثنين ما حكمهما يقولون لاحظ معي في هذه الأمثلة لاحظ معي في هذه الأمثلة جاءني رجل واحد مذكر لأن رجل مذكر وامرأة واحدة مؤنث مؤنث في علامة التأنيث هنا موجودة وهنا موجودة نجح اثنان من من؟ من الطلاب واثنتان من الطالبات إذن يمكن أن نقول أن حكم العدد واحد والاثنين الواحد والاثنين نقول يوافق المعدود تذكيرا وتأنيثة وتأنيثة إذن الرقم واحد والرقم اثنين توافق معدودها فالتذكير إن كان المعدود مذكر تأتي مذكرة وإن كان المعدود مؤنث تأتي مؤنثة هذا هو حكمها أما من ثلاثة إلى عشرة دعونا لنلاحظ هذه الأمثلة أقول نجح أربعة طلاب لاحظ معي أربعة هنا جاء مؤنث وطلاب طلاب مفردها طالب الطالب مذكر رأيت خمسة سيارات لاحظ معي خمسة هنا جاءت مذكرة سيارات مفردها سيارة مؤنث مررت بثمانية أطفال أطفال مفردها طفل طفل مذكر لكن جاء هنا مؤنث لاحظ معي أن العدد يخالف المعدود إذن الحكم فيه العدد هنا يخالف المعدود تذكيرا وتأنيثة إذا جاء المعدود مذكر بالنظر إلى مفرده بالنظر إلى المفرد لا بد أن أضع المفرد إذا جاء مذكر فإن العدد يأتي مؤنث والعكس إذا جاء المعدود مؤنث فإن العدد يأتي مذكر إذن هذا حكم من ثلاثة إلى عشرة ثلاثة إلى عشرة نقول المخالفة اختصار نأتي هنا إلى الأعداد أحد عشر اثنى عشر ما حكم هذين العددين ننظر إلى الآيات إذ قال يوسف لأبيه إني رأيت أحد عشر كوكب كوكب مذكر والعدد جاء مذكر بجزئيه الجزئي يعني الجزئي الأول والثاني قرأت إحدى عشرة قصة قصة هذه مؤنث وإحدى مؤنث مؤنث إذن الجزئان كلاهما مؤنث فانفجرت منه إثنتا عشرة عين عين هذه مؤنث وإثنتا مؤنث وعشرة مؤنث جاءني إثنى عشرة مهندسا مهندسا هذه مذكر وإثنى مذكر وعشر مذكر إذن الحكم فيها نقول الأعداد 11 و12 يمكن القول أنها توافق المعدود تذكيرا وتأنيثا إذن هذه القاعدة في العددين 11 و12 طيب الأعداد من 13 إلى 19 هذه الأعداد من 13 إلى 19 يسمونها الأعداد المركبة وهذه أيضا أعداد مركبة هذه الحكم فيها لابد أن ننظر إلى الجزئين فيها جزء أول وجزء ثاني أقول 9 10 وأقول 3 10 عندي 10 هذا الجزء الثاني وعندي الرقم هو الجزء الأول الحكم فيها ننظر هنا أقول زارني 14 صديقا صديقا هذا مذكر القريب منه اللي هو 10 جاء مذكر مثله والبعيد جاء مؤنث اللي هو 4 حملت 7 10 جهازا حملت 17 جهازا جهازا هذا مذكر جهازا مذكر جاء 10 القريب منه مذكر مثله والبعيد مؤنث طيب 15 رجلا ماتوا من أجل صندوق رجلا هذا مذكر لاحظ معي القريب منه جاء مذكر والبعيد جاء مؤنث إذن الحكم فيها الحكم فيها نقول الجزء في العداد من 13 إلى 19 الأول يخالف يخالف المعدود الجزء الثاني يوافق المعدود تعال هنا أقلبها صديقة أقول زارني 4 10 صديقة أو زارتني 14 صديقة حملت حملت هنا حقيبة كيف نخالف ونوافق نقول الثاني يوافق والبعيد يخالف يصير حملت 7 10 حقيبة هنا امرأة نقول 5 10 امرأة ماتوا إذن الحكم من 13 إلى 19 الجزء الأول يخالف والجزء الثاني يوافق نقول هنا يخالف المعدود وهذا يوافق المعدود الفاظ العقود 20 30 40 إلى 90 والمئة ومضاعفاتها والألف ومضاعفاتها حكمها واحد بمعنى أنها تأخذ شكلا واحد لا يتغير بالنظر إلى نوع المعدود إذن هي لها شكل واحد جاءني 20 ردلا و50 طفلا مرت بعشرين امرأة و70 طفلة سافر على متن الطائرة مئة رجل ومئة امرأة لاحظ مئة نفس اللفظ لم يتغير شيء اشتريت خمسمائة خمسمائة كتاب وألف مرسمة هذا مذكر وهذا مؤنث جاءت ألف واحد والخمسمية جاءت واحدة إذن الأعداد هنا في هذا أو في ألفاظ العقود والمئة ومضاعفاتها أو المضاعفاتها تأخذ شكلا واحدا لا يتغير بتذكير أو تأنيث أما ألفاظ الأعداد المعطوفة هذه يسمونها الأعداد المعطوفة لأنها مكونة من عدد ثم حرف عطف ثم عدد آخر 51 73 82 87 79 90 لاحظ معي أعداد معطوفة فلها حكم هذه الأعداد الجانب الأول منها من واحد إلى تسعة يعني يمكن أن يكون واحد وعشرون 22 23 24 25 26 إلى 29 فالجانب الأول منها هو عبارة عن عدد مفرد أما الجانب الثاني والجزء الثاني فهو لفظ عقود لفظ عقود فهو لفظ عقود هذا يأخذ حكم من سبق وهذا يأخذ حكم من سبق فألف عقود قلنا لا تتغير شكلها واحد أما من هنا فإنه يوافق طبعا درسنا أنه واحد واثنين يوافق وثلاثة من ثلاثة إلى تسعة يخارب كأنها عداد مفردة كأنها العدد الأول اللي من واحد إلى ثلاثة أو من ثلاثة إلى تسعة وبالتالي تصبح القاعدة واضحة أقول عدد الطلاب واحد وعشرون هذا طبعا لا يتغير واحد وعشرون طالبا لا أحد معي مذكر مذكر واثنين وعشرون طالبا أيضا مذكر مذكر ووافقه أما عدد الطالبات إحدى وسبعون هذا ثابت لا يتغير وهذا أيضا يوافق واثنتان وسبعون يوافق إذن على هذه القاعدة طيب نأتي إلى الأعداد المعطوفة اللي من ثلاثة إلى تسعة تأتي في الجزء الأول من الحروف العطف نقول قبل حرف العطف نقول حضر الاختبار خمسة وسبعون طالبا لاحظ معي سبعون وتسعون هذه شكلها واحد لا يتغير انتهت القاعدة فيها أما خمسة فقلنا أنها تخالف فيما لو كانت مفردة أيضا وهي معطوفة تخالف الطالب ذكر وهنا جاءت مؤنثة طيب طالبها ماذا أقول أقول خمس وسبعون طالبها لازم أخالف بين التذكير والتأنيف أيضا هذا أخي له تسع وتسعون نعجة لاحظ معي نعجة هنا مؤنثة هذا جاء مذكر لأنه يخالف حسب القاعدة بدل نعجة خروف أقول إيش تسعة وتسعون خروفا إذن القاعدة في هذه في ألفاظ العقود ننظر إلى العدد على أنه مكون من شقين الشق الأول له قاعدة سابقة أخذناها وهي تنقسم إلى واحد سنين لوحدها وثلاثة وتسعة لوحدها والعدد هذا دائما سيأتي لفظ من ألفاظ العقود له شكل واحد لا يتغير